موسيقى سعدنا وشرفنا أن يكون معنا الأب ويليام سيدهم الراهب اليسوعي والدكتور سامي عياد أستاذ اللهوت العملي بكلية اللهوت الإنجلية أهلا وسهلا بحضرتك أبونا ويليام في البداية تعليق حضرتك على الزيارة تداعيات الزيارة جدوى الزيارة الحقيقية هل توقعاتنا منها أعلى من المطلوب مش فوضنا ننتظر حاجة أنها حاجة حسنة النواية ولكن لن يحدث أي تغيير ما تقييم حررتك للزيارة بالحقيقة الغيارة دلوقتي أنا الإحساسي أنه إحنا في لحظة قوية وغنية من جرعة كده روحية بإطلالة قداسة البابا فرنسيس على شعب مصر وفي أرض مصر فكل عدر أول الزيارة كبداية أنه فعلا تزيارة إيجابية بكل المقيس بالنسبالي طبعا أكيد مش حيرضي كل الناس لكن أنا أشعر أنه إحنا كنا في أمس الحاجة والقيادات السياسية والدينية كانوا مستشعرين أهمية الزيارة وأعتقد الناس البسطة قداسة البابا عنده القدرة لأنه يتفاعل معهم بشكل يعني غير عادي إحنا في وقت النعمة دلوقتي في وقت النعمة بمعنى بمعنى أنه لدينا شخصية غير عادية ونفس الوقت عادية لأنه شخصية البابا يمثل يعني هو كشخص قيمة روحية وقيمة وجودية وقيمة لها كرمز ملهمة لجميع لأكثر من مليار ونص من البشر على أقل بشكل عقائدي إلى جانب أنه دوره في حركته منفتحة دايما على اللي بيحدث في العالم وبالستمرار عنده إطلالة بشكل غير متصنع ولكن تلقائي وهذا المعنى أنه إحنا أساعدنا لأنه زي ما حيكون في الحوار بتوقعي أنه نتكلم عن الموضوع أنه إزاي أنه يعني تعانوا عبقرية المكان مع مصر اللي هو ذكرها كذا مرة وكمكان احتضر العين المقدسة واحتضر الأنبياء ودي قناعة مسبس المسيحيين من البابا ودي قناعة المصريين كلهم مسلمين كمان ودنيا كلها زائد اللحظة الدقيقة اللي احنا بنمر بيها داخلية ومخارجية الأزمات والحروب والموجودة في الدنيا كلها أنا أعتقد أنه القطب الروحي لو يقدر نقول للعالم الغربي الأكبر القطب الروحي الأكبر وصاد القطب السياسي المدمر اللي هو حسب أنا موافق في الحتة دي مع الشيك الأصغر اللي هو العنيف الأمريكي اللي ماسك دفة العالم وإن الحروب في كل مكان نفيش أي سلام موضوعها محتاجين نتوسع فيه بس نكتور سامي فأحنا قطب دروحتي في نوع من التقاط الأنفاس بين الغرب والشرق وأعتقد فيه رسالة موجهة للجميع البابا بيقولها لكل الناس إنه هو بابا للجميع وخاصة زي ما يقول في دين هو للضعفاء والفقراء وللدول المؤمنين نتكلم آه في تحليل أكتر الحركة بتقوله عشان ما نعديش عليه كده من رؤية الكرام ولكن دكتور سامي برضو تعليه حريتك على الزيارة رؤية حضرتك يا أبونا وليم أستاذنا الكبير كلنا بنتعلم منه ورأيه بلي كل الاحترام والتقدير يمكن هختلف في جزئية وهاتفق في جزئية في هذا الكلام من الزاوية السياسية والدينية وجهة نظريه هي زيارة عادية وده ممكن يكون صادم لبعض الناس هو شخص رئيس دولة ورئيس يمكن مليار ونص في العالم كاتوليكي بيمثل طائفة معينة وجهة في زيارة في الغالب في شكلها كده ممكن تكون زيارة سياسية لكن في وجهة نظري الشخصية تميز الزيارة ييجي وده الاتفاق مع ابونا بالنسبة 100% تميز الزيارة يجي من تميز الشخص صراحة انت قدام مش المنصب لا هو المنصب الديني في وجهة نظري ولا المنصب السياسي لا المنصب الديني هيعمل حاجة في الزيارة دي هيكون لي أثر ولا المنصب السياسي هيكون لي أثر من وجهة نظري لكن التأثير الفعلي سيأتي من طبيعة هذا الشخص الفريق وجهة نظر هو أنت قدام ظاهرة صراحة أنت قدام إنسان حقيقي جدا لا يصطنع حوارا خطابا لكن خطابه تلقائي جدا هو نفسه الخطاب ببسطته بتكسيده لهذه المحبة المسيحية الرائعة بنحيازه للبسطة والضعفاء بنحيازه للإنسان كإنسان وكقيمة أعلى من أي حاجة في الوجود بالنسبة له هي قيمة أعلى من الطائفة وقيمة أعلى من الدين وقيمة أعلى من النصوص وقيمة أعلى من التقوص إحنا قدام شخص بيجسد حياة المسيح على الأرض بشكل رائع جدا قدام مش غريب الصراحة على الكاتوليك الكاتوليك وهم من الناس اللي الواحد بيعتز بيهم جدا الصراحة فكرا وحياة من يمكن طبعا فيه تاريخ طويل جدا للكاتوليك بس أنا أقول بعض الحاجات اللمحات اللي يمكن أنا أعرفها كويس من الأمواج الأساسية اللي بدأت سنة 1955 المجمع عصقفة أمريكا اللاتينية بدأ تغيير اتجاه فكري فظيع فيه طفرة أو فيه إصلاح حقيقي بدأ في الكنيسة الكاتوليكية وكان على هامشه والمجمع الباتيكاني العمل الوثيقة الرهيبة دي اللي حصلت وبعدين لهوت التحرير بعد شوية اللي أبوني هتكلم عنه ده من وقتها بدأ يفرز لنا بابوات صراحة ما فيش فيهم واحد يتخير عن التاني يعني ما تتبرش تمدح دا وتسيب دا من البابا يوحانا بولت الثالث القبل كده كان رجل في منتهى الروعة واللجوم بعده وهذا البابا البديح هو إنسان هو إنسان حقيقي ويجسد محبة مسيحية حقيقية تمشي على الأرض للدرجة اللي فيها فيه الأرجنتين كانوا بيلقبوه أسقف الهوامش أو المهمشين لأنه انحيازه للفقراء والضعفاء كان بشكل فظيع جدا هقول لك جملة واحدة بس قالها وبعدين هسيب الحوار في النقطة دي قال إنه الكنيسة ليست الحجر يعني مش المبنى إنما البشر البشر القادر على استيعاب وممارطة الحداثة كما ينبغي ألا تتحول الكنيسة إلى أمراء ومديرين بلا رحمة علينا أن ننتبه دوما للضعفاء والمعوزين والمهمشين طبعا إلى جانب الصراخات اللاهوتية الفظيعة اللي هو بيطلقها زي كفاية النعمة فوق كل إجرام أو خطايا إنسانية وده اللي بينادي به اللي هي شمولية الفداء أو شمولية الخلاص وحاجات تانية كتير جدا فتأثير الحقيقي في وجهة نظري لهذا الشخص البديع يأتي من هذا الشخص اللي بنحتاجه في هذا العصر بشكل غير عادي أكتر من الخطب العصماء الحنجورية الجوفاء من رجال الدين والرجال السياسة نحن نحتاج بشر يجسدون حياة المسيح بصورة حقيقة ببساطة المسيح في وسط الفقراء والمعوزين والخطاء والضعفاء وكأنه يعني بيشارك في تمهيد طريق للي يأتي بعده برضه وبنؤسس على هذا الأساس مواضح مواضح طيب ندخل في تفاصيل أبونا وليام حريك تذكرت يعني في العام عن مجموعة من النقاط اللي ذكرت في خطب البابا سواء في قصر الماسة سواء في خطاب الأزهر أو غيره ندخل من العام إلى الخاص أن قاتل بارزة اللي حارت أكترى أن قدس البابا فرنسيس أتى بها يا حضرتك اللي هو زي ما قال سيادة القس أنه فعلا شخصيته والثنائية بتخلي أنه وحضوره كل كلمة بيقولها بتجبرنا أنه نتوقف عندها وبالتالي من الصعب يعني أنا 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 أقترح على إخواتي العل الكنيسة الكاتوليكية أن كل القطب البابا أنا فيهم وعيزة بتاعته في القدس تدرس وتفهم وتعاش لأنها بتلخص كل تعليم الإنجيل زي ما قال سيادة القس وبتالي تعليم الكنيسة على كل المستوى الصعب لكن اسمح لي أنا طبعا في الوقت اللي عندنا هنا أنا حقيقة توقفت خصوصا أولا أنا حاولت أسمع ما جاء عند البابا في لما قطبته مع مولانا الإمام الشيخ الطيب إلا إني صدمت وبعدين حكلمك عن ليه وأقولك رأيي ما سمعتش حاجة ما فيه شيء أعتقد زي ملايين من الناس جما أقدر لحضرتك اللي هو سمعته من الكلمة اللي توجه بها لسيادة الرئيس ولكل مؤسسات الدولة وللعالم ودي أعتقد كلمة كمان مهمة جدا وجيدة استوقفني من الأول أدي لك بعض أمثلة توري أدي إيه هذا الرجل فعلا بيكذبك أنك تسمعه وتصغي إليه لأنه هو محضر جاي يعمل إيه وفاهم وحاسس إيه مش لسه حيحضر من أول خطاب من أول بيقول بعد ما قال يعني بخامة الرئيس والسفراء وعضاء السك الدمازي السلام عليكم هذه الكلمة يا سيدي كلمة في مصر عاملة معضلة يعني أنا مثلا ما أجد مشكلة أقول للناس السلام عليكم لك دعنا ما أقولش السلام عليكم السلام عليكم إيه السلام عليكم ффش نحن نتميز كمسيحيين نحن مسيحيين نتميز سلام عليكم كلام فاضي لأنه دا بقى ما طرأ على تجريب في العقلية المصرية والثقافة المصرية أصبح السلام عليكم والسلام عليكم الرجل مدود دا قصر كل حاجة السلام عليكم حد يقولي بقى من الكاتوريج بكرة ما تقولش السلام عليكم حاسع المعال لأنه يعني منها في القدرس كمان النهاردة مش بس منبرح في القدرس كل خطب السلام فوق كل شيء. ودي حاجة جميلة. نبردت الدعوة مثلا بيتكلم عن الدعوة. بيشكر على الدعوة اللي وصلته. انا بلاحظ مرحوظة انه الدعوة دي لأول مرة بستغرب جدا في كل زعادة اللي سمعتها. انه اللي دع الرئيس السيسي. واللي دع البابا تودروس. واللي دع الأنبى إبراهيم إسحاء. الرئيس البترك. واللي دع مين تاني. يعني فيه تلاتة. خد بالك. تلات جهات مختلفة. والأسهر. اه. والأسهر للمؤتمر السلام. اه. انا تساؤني. هل ده مقصود يعني من الرئاسة وكله انه كله يشاركه. يعشان تبقى الدعوة متضامنة. الشعب كله بشريحه يعني. انا والحاول مرة باش في الحكاية دي بصراحة. اه. مثلا اه هنا في اه يعني نحس قد ايه انه اه يعني هو حاسس انه مش بس الدعوة جياله من القيادة السياسية دي كمان من القيادات الدينية. المختلفة. اه. وبالتالي في نوع منتضامن واعتقد في مصر نحن يهمنا انه نبرز الحاجات دي بس دي حاجات اه اول مرة انا الاحظ كده انه حتى باليساعد كلها دايما البابا تلقى دعوة من الرئيس تيسي ومن الرئيس. اه. من الرئيس تبقى دروس. اه. اه. في خمس جهات. اه. 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 في جهات راحة. دا 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 دولة يعني ليس الدولة بتسابل الرئيس وبعد كده المساء للتفاصيل. اه. اه. دي حاجة تانية. اه فايزا اه كما مبسوط وبتكلم اه. تالت حاجة بيكلم عن مصر كحضارة. اه. تاريخ وموقع غرافي. اه. تاريخ وموقع غرافي. وعنده نوع من اله يعني التكرار. مش الممل التكرار اللي كل مرة بيغني الكلام عن مصر تاريخ مشرية. اه. وان تقريد الكنيسة. ماضيها. لا يعني. يعني بين فيه صدق في كلامه فعلا انه هو بيتحدس عن مصر وعندور مصر. اه. اه. وهنا انا عاوز بس ايه. اه. اهاري كمان انه البابا بقرأ تاريخ مصر. احسن من المصريين. لعنده لنا اناس تاريخ مصر بيتيج عندهم عند الفتح الاسلامي مثلا. من القرن السابع. قبل كده ما فيش. او مثلا اه. 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 اه الناس اللي بيبتزي عندهم بس من التاريخ الفراعوني واتوقف عند الحقب المسيحي لغاية دلوقتي. من قصين الاسلام وكده. يبقى الراجل ذا بيقولك من اجل ما ضيها التاريخ العريق الفراعوني القبطي والاسلامي الراجل يعني فاهم انه مصر ديها تاريخ وحضرات مختلفة امريكا معه فايسن وقدم واحد فاهم بيكلم مين هو بلد ايه. واكتر احيانا من هنا ابن الخامسة بيعمل قراءة روحية لجغرافيا مصر. انطلاقا من سيناء وانطلاقا من عائلة المقدسة اللي جابت مصر كلها. وبيتذكر اللي هو بيعمل بيوري بيذكرنا باهمية مصر على المستوى الروحي زي ربنا اول واحد كلمه موسى في جبل سيناء الاخير والعائلة المقدسة من الفين سنة فايسن بيذكرنا بجغرافية مصر اهميتها الفريدة على المستوى الروحي والعالمي وبالنسبة لنا كعناجرنا نقطة تانية بيكلمنا النوبة على هذا الاساس انه مصر تعتبر ام الحضارات ام الدنيا هو والتاني راح بقى واصل من ام الحضارات لام الدنيا اللي هو مصطلح بتاعنا طبعا اكيد اللي يساعده في اعداد هذا الكتاب واحد تفاهمه اعتقد هو بتطلع منه بسطر دكتور سامي نحن كنا نتحدث عن مفهوم السلام اللي احنا لسقناه بالبابا وبزيارته وبمصر وبكل حاجة اسمح لي اعلق بس على كلمة تابوني انه فيه نقطة مهمة في دقيقة واحدة بس منطقي جدا انه شخصية زي شخصية البابا بهذا القلب المحب انه يقدم الآخر يرى الآخر وانا اتصور انه رؤيته للآخر في اختلافه وقبوله ليه وهو مختلف بالشكل ده وابرازه وتقديمه في الكرامة كده ده احد اساسيات الحوار الحقيقي لو الناس عايزة واحدة حقيقية هقول الكلام ده بعد شوية يعني عن التنوع انه شايف الآخر وقدمه حضارة المصرية والاسلامية وبكل فخر وحب وبهذا الكلام الجميل جدا القراءة اللاهوتية للمكان او القراءة اللاهوتية للجغرافيا بتاع مصر اللي كان الاب وليام ذكر الاب وليام ذكر ده موضوع في المنتهى الاهمية لان فيه لهوت كبير جدا اسمه لهوت المكان Theology Place نجد نشوق الناغوص في هذا الامر لكن ده فعلا ده امر مهم جدا يصحق للناس تفكر مش اي مكان بيبقى لأي حاجة في الدنيا انه مصر ام الدنيا وياخد ثقافة الشعب ولغته عشان يوصل خطابه ده امر بارع جدا انك انت تتجسد من خلال ثقافة الناس في الوقت اللي فيه انت عارف ان الخطاب بتاعك اللاهوتي متحرر من ثقافته ان انت مش جايب ثقافة تصبغها على الفكر اللاهوتي وانت تايه والدنيا بقى متميعة واي حاجة في اي حاجة ونشيل المحتوى اللاهوتي فيبقى ثقافة بقى وتقارب وحب وتبطبع والحاجات اللي هي في الخطاب الحنجوري اللي شغالت دلوقتي لا هو عنده خطاب محبة حقيقي لهوتي مسيحي لكن لبسه طوب التقافة اللي بيكلم الناس فيه وبالتالي هو وصل للناس بشكل رائع اخر حاجة كلمة سلامه علي اللي أقول لكم الكتاب النسخة العربي اللي بين ايدينا بندايك اللي بقى لها 155 سنة تقريبا و155 سنة النسخة دي الراجل اللي اسمه بندايك ده كان راجل مستشرك امريكي تعلم اللغة العربية في سوريا في الجامعة الامريكية في سوريا واللبنان وربنا ارشده انه يترجم الكتاب طبعا دعار علينا انه يترجمينا الكتاب للعربي حد من كده نشارك مع عبو تروس الجستاني هم دول في وقت المعرى الجستاني واحد التالس طبعا الجزئية اللي انا عايز اوصل لها انه اللي راجع اللغة العربية لهذه النسخة كان شيخ شيعي من لبنان وهذا الشيخ الشيعي لانه كان رجلا امينا الى درجة كبيرة جدا كان بيحافظ جدا جدا على الالفاظ العربي اللي تكتف في الكتاب لكي لا يتهم انه بيجيب كلمات او الفاظ من الكرآن الحرف الجر بتاع سلام عليكم في اليوناني يعني في حدود معرفتي يعني اخواتي بتوع اليوناني ما يزعجوش منه يصلحوه لو فيه ازمة حرف الجر بيعني اكتر من خمس معين عليكم ولكم وفيكم وبكم ومن خلالكم وكل هذه المعاني صحية لكن الراجل عشان لا يتهم بالإحياز لألفاظ القرآن جاب لفظ عكس الموجود فيه القرآن فكتب السلام لكم بدل من السلام عليكم لكن المعنى في اليوناني هو معنى واحد لكم عليكم فيكم وبكم انا بس حبيت اقول المعلومة دي ومن هنا انطلق لمفهوم السلام واحدة من التصطيح الديني اللي احنا عايشين فيه دلوقتي فيه مصر بالذات ان احنا بنعشق ان احنا نتكلم على حاجات خارجية دي بعيد عني والحاجات الخارجية دي تبقى حاجات لحظية حاجات كبيرة مبهرجة مثلا الخلاص لحظي انه مجرد انك انت تسلم حياتك للمسيح في لحظة الاشياء العتيقة قد مضت دا بيعملك ايه دوت دا بيحررك من طبيعتك المخلوق بيها على صورة الله ككائن اخلاقي مسؤول قدام ربنا بيحررك المسؤوليات اه انا خلاص على ربنا بقى انا ايه انا مالي لحظة بقى وكل حاجة تخلص والدنيا الايمان رحلة حياة تبنى عبر تاريخ طويل جدا وليس كده زي ما اتاخدت فكرة الخلاص في لحظة بالنعم بنفس المضمون موضوع السلام السلام نعم السلام عطيا من الله هبة من الله لكن ما هواش هبة ربنا بروح كده جايب لك كأس مشروب اسمه مشروب السلام ويروح يشربه لك فتصبح أنت رجل سلام الانسان في الفكر المسيحي او في اللاهوة المسيحي العميق الانسان المخلوق على صورة الله اختار الله في كامل محبته ونعمته وحريته ان يجعل هذا الانسان شريكا لالله تعمل كل شيء على الأرض فالانسان عطيا من الله لكنه اختيار إرادي حر من الإنسان يتبنى ويشكل داخل هذا الإنسان ويعيش هذا الإنسان ويدافع عنه ويحيى به إلى المنتهة الإنسان اتخلع على صورة الله من البداية في الحرية والإرادة والصلاح والبر في المسيحية الله لم يخلق الشر لأن الله كلي الصلاح خلق الإنسان بهذه الكلفية النظيفة البريئة الذي اختار الشر هو الإنسان بحرية الإرادة اللي الله ادهاله من البداية فالشر والخير يأتي من داخل الإنسان لا يفرض عليك السلام يأتي من داخل الإنسان وإحنا هنا الخطب اللي شغالة دلوقتي اللي بتوجه كل أنظار الناس على أن المسئولية الفعلية لغياب السلام في العالم الوحيدة هي تجارة السلاح مثلا هي المخططات والمؤامرات العالمية بما فيها كل القوى السياسية العظيمة جدا اللي بتجرجر الناس إلى الشر والضمار والحروب بعيدا عن السلام ودي زكرها بابا الأزهر وزكرها عفوان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وبابا الفاتيكان هما الاثنين والفلحية أنا غير متفق تماما مع هذا التوجه آه يمكن أتفق مع هذا التوجه جزئيا ده عامل مساعد لكن السلام يأتي من القلب احنا بنشكل الناس ازاي مؤسسة الأزهر بقيادة الشيخ الطيب هي مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا عن التعليم وتشكيل العقول والأفكار والتوجهات بتاع الناس اللي بتتشكل في الأزهر هل يبعد الشر والعنف وتكفير الآخر عن هذه الصناعة وهذه التربية صعب ما قدرش أقول كده من ناحية التانية المؤسسة المسيحية اللي بتزحف عليها في الوقت الحاضر الأصولية والأصولية مرتع رائع جدا لتكفير الآخر ومرتع رائع جدا للإرهاب الفكري والإرهاب الفعلي هي محطوطة في نفس المحك السلام في وجهة النظر المسيحية ليس سلام العلاقات مع الناس مش بيجي من بره لكن هو سلام يفيد من القلب هو نوع من الطمأنينة الداخلية هو نوع من التصالح الإنسان مع نفسه هو نوع من قدرة الإنسان على التسامح وقبول الآخر وحب الجميع بلا شروط وتحرر الإنسان من الأنانية والتعصب وحب الانتقام من الآخر ودي كلها قيم بطريقة أو بأخرى زكرت في خطابات البابا ده بيعيدنا مرة أخرى ليه حريطة كويت زي كده تحليل الخطاب وخاصة خطاب الماسة القيم اللي بيتكلم فيها الدكتور سامي الخاصة به النبع من الذات الحاجات بالتنبع من الذات اللي مرتبطة بقبول الآخر اللي مرتبطة بالامتتاح وغيره فهو دبعا أنا أشكر دكتور سامي اللي هو أن يوضح زي أنه خلاص اللحظي ده خلاص وهمي وسحري لما فيه حرية فيه التشكيل والتطوير لقدرات الإنسان أنه يتبنى أو قضايا أو كل ما يهم السلام بطريقة يعني فأفعاله وأطواله فيه مسؤولية يعني مش استسخال يعني فيه مسؤولية وما هو عايش انتظار أنه ربنا بالسمرار يشتغل بدم وكمان أنا مع حضرته أنه موضوع مولانا الشيخ الطيب أنه فعلا على قد ما أنا بسطت أنه هو قدر يحط إيده على فعلا تجار السلاح دي اللي هي فعلا حاجة مهمة جدا إلا أنه فعلا هو يعني يبدو أنه نفض يده حط المسؤولية على فتاعة تجار السلاح البابا بيقول حاجة تانية بقى مثلا وهو سرح العنف وقال لما ندور على كل حاجة حلاقي في النهاية قاضية السلاح وكهنه وجدها يعني ما ينفعش لا المساء الأخد من كده أنا برضو السلاح لك البابا هنا بيتكلم إزاي وشوري هنا إلى العنف الأعمى يعرف العنف الأعمى وغير الإنساني الناتج عن إيه عن عدة عوامل إيه بقى السلاح هنا أحد هذين أحدهم الرغبة الجامحة للسلطة ودي تأخص كل واحد فينا أنا وإنت وشاكل أصهر ورئيس جمال إذن الكلام ده أنا ما عشت وسط البرة وخلاص فأنا كمان بحجم مسؤوليتي نعم كمان الرغبة الجامحة للسلطة اتنين تجارة الأسلحة ثلاثة المشكلات الاجتماعية الخطيرة أربعة التطرف الديني الذي يستخدم اسم الله الخدوس لارتكاب مجازر ومظالم مريعة كل دي الأسباب ثم البابا بيرجع بقى يقول طيب الحل إيه الحل إيه بيوري أنه الأسباب دي هي اللي دفعت طبعا البابا ما بيقولش إيديولوجيات هو بيتكلم على قيمة بيصير قيمة لكن برضو بيحاول يدي هو بيتكلم عن التبرق من أي إيديولوجية للشر والعنف بالضبط التبرق من كل تفسير متطرف يرمي إلى إلغاء الآخر وإبادة التنوع تمام بس أنا بقولك زي ما بقول هنا المصري الشخصية بيوري إزاي أنه المصريين البلد مش ممكن آآ كل الحاجات الجرائم دي اللي مش بس استلاح والدعينة وخلاصنا من مشكلة تحلت لا أنا عندي برضو جزء من تجارة السلاح وعندي السلطة وعندي مشكلات وعندي الطرف الديني تربية وعندي كل ده بيقولك هو ده اللي دفع الشعب المصري لأن يلتمس بلدا لا ينقص فيها القبز والحرية والعدالة الاجتماعية وفي هذه إشارة لمن يريد أن يفهم إنه لو فيه لو ما ذكرش بالاسم صورة 25 إحنا عارفين إنه الثلاثة دول أساسا اللي تمانتهم السورة الربابة ما قالهمش بشكل يعني ما ذكرش اسم السورة بشكل صميح ولكن قال إنه الدوافع اللي خلت ده يقوم موجودة موجودة برة وجوة تجارة السلاح لك كمان السلطة والصلاح عليها وكل المشكلات الاجتماعية والفساد الخطيرة والتطرق محناش يعني ما نجيبش نساهل الأمور ونقول للناس أصو ده كذا أولي ما أقول بقى الحروب في كل الدنيا ماشي حروب في كل الدنيا طب أنا حربت لما كان عندي 18 سنة وكنت مراهق وتعلمت وتدقلت هتقعد تقول لي بقى أنت عملت كذا بقى الحمد لله يعني معقول ما تلتش تباسك إحنا بنقول آه الإمكانية موجودة في كل الأديان لأنه نحن بشر ومؤمنين وضعفة لكن أنا بأعمل القطوة وانت تعمل القطوة فالسلام اللي عاوز يقوله البابا أنا أعتقد نحن عندنا توقعات كبيرة وأنا حد كمي كريم أقول إذا لم يبدأ زي ما حضرت القصة قال الدولة في مصر وأعتقد المصر رئاسة وكل الناس بيبعث إذا لم نبدأ بالأطفال من الحضانة لغاية بيطلعوا من الجامعة حوالي 30 مليون ما نردعهمش كره الآخر سواء من خلال أي درس عربي أو ديني أو مدرسين لسه متسللين جوه مزارة السلمية والتعليم بيمارسوا بأتقية وبيعلمهم بشكل متصري إذا لم نبدأ إحنا بخطوات كل ده ينطبق عليه أكمل عشان بس ينطبق عليه ما قاله البابا أيضا في نفس الخطاب إن التاريخ بيقول البابا لا يغفر لهؤلاء الذين ينادون بالعدالة ويمارسون الظلم التاريخ لن يغفر لهؤل الذين يتحدثون عن المساواة ويقصون المختلفين خطب الجميع دي خلوة جدا البابا بيقول رجل تلقى أنا بس طيب مش عايزين بس نلقي على الآخر وإحنا نشوف نفسنا برضو البابا أحد النقاط الهمة اللي تحدث عنها وحرك المياه الراكدة بشكل جدي فكرة الحوار المسكوني وقبول الآخر والتواصل مع الآخر وغيره أول سؤال طيب مش عارف حتى أسأله ولا لأ يعني إلى أي مدى إحنا فعلا كشعب مسيحي في مصر بنؤمن بالحوار المسكوني بهذه القيم اللي بيقولها البابا السؤال اللي أنا مش عايز أسأله هل حرجك تعتقد اللي بيحصل دلوقتي وتجاوب الجميلة اللي شفناه من قدس البابا طوادروس والكنيسة الأورثوكسية والصلاة المشتركة بالأمس سبع رؤساء طواب في مصر موجودين هل ده حقيقي أم مجرد فورة انفعالات أو مجرد لطف بروتوكولي هل في حوار مسكوني بجد في مصر كل اللي انت قلته في الآخر هو اللي صح أنا لا أؤمن أن في حوار مسكوني حقيقي موجود في الوقت الحالي في مصر فيه جزء كبير جدا من الحوار وجزء دبلوماسي وفيه جزء فيه دوافع نقية طبعا دفنت لي يعني أنا مش عايز أشكد فيه قدرات الناس ودوافعها وخاصة أن احنا عندنا ما يسمى بمجلس كنايس مصر اللي اتعامل من فترة 2013 يعني ده زمن طويل جدا أنا فتكرته من سنة أو حاجة لا من 2013 وتغير عشان أدفو احنا دلوقتي داخلين على أربع سنين هل انت حضرتك حسيت لهذا المجلس أو المجلس ده فيه حاجة معينة طلحها فيه تغيير حقيقي مشانة فيه هقولك وجهة نظري برضو بنفس منطق الحاجات السهلة الكبيرة البراكة اللي بتجيب المسئولية علقه قدامي وده قانون من أيام أدم وحاو أنا بسميه قانون الشماعة المرأة التي عطيتني هي كده فالإنسان ما عندهش القدرة أنه يعترف أنا في قلب هذا الحدث أنا مسئول لأنه الخطيئة التي هي الأنانية والانحصار في الذات اللي هي تحول الإنسان من طبيعة الله لعطاء الذات لانحصار في الذات خلت الإنسان على طول الوقت بيدافع عن نفسه بيبحث عن القيمة بيحاول أنه يلاقي الأخطاء والضعفات عند حد تاني مش أنا مش أنا اللي موجود وبرضو جرادت هذا الإنسان من طبيعته الإنسانية اللي جوهرها الأساسي أنه كائن أخلاقي مسئول أمام الله وأمام نفسه وأمام الآخرين مسئول عن كل حاجة مسئول عن خلاصه مسئول عن علاقته بربنا مسئول عن فكره وتشكيله طبعا بتتدخل في الأمر مؤسسات كتيرة زي مؤسسات التعليم والمجتمع وهنتكلم على ده بعد شوية لكن الإنسان له المسئولية الأولى والكاملة قدام ربنا وقدام نفسه الأمر السهل في الحركة المسكنية أنه أنا أقول وده الخطاب اللي شغال بقاله فترة طويلة جدا ده الخطاب السياسي الدبلوماسي يا جماعة أنتو إيه بس اللي بيخليكوا تختلفوا إحنا متفقين في أكتر من 80 أو 90% من كل حاجة بنسمع الخطاب ده كتير جدا والكلام ده بتسمعهم اللي عايز يريح دماغه مش هيروح في سكة البحث والمحص والتطقيق زي يا ابونا كده اللي جاي بكم هذي الأوراق وعاد يزاكر في البيت قد إيه بعد كل العلم اللي عنده يعني الناس اللي بتحبش رحلة المتعبة دي السهل إن أنا أقول إحنا كلنا متفقين هاندينا 80 أو 90% من الانتفقات ما بين الطوايف الثلاثة الأرثوذكسية والإنجلية والكاتورية هذا كلام عاري من الصحة بالمر لأنه إذا لم نقر بحقيقة الاختلافات الحقيقية اللي موجودة إذا لم نأخذ هذا الحوار من مستوى الحوار الشكلي السطحي العلاقاتي الدبلوماسي إلى مستوى الحوار اللاهوتي في الاختلافات اللاهوتية الجزرية ولا إلها حلول حقيقية نتكلم فيها لا يمكن أن يكون في حوار هقول لك بعض الاختلافات أنا بس عايزة اللي حريب تقوله ده شجاعة الاختلاف اللي البابا زكره مبارح في خطابه في الأزهر وبيقول ضرورة الهوية إنه لا يمكن تأسيس حوار حقيقي على الغموض أو على التضحية بما هو صالح من أجل إرضاء الآخر ده البابا فرانسيس إحنا متفقين أن الراجل والإخوة الكاثريك والأباء الباباوات الرعيم هم بيبنوا حياتهم على فكر لهوتي متقدم هم سبئين طول الوقت سبئين وفوجة نظري وبكل أمانة ممكن حد يختلف معي أو يتفق هم دايما سبئين لاهوتيا التواقف التانية بما فيها الإنجلي الكلام ده من قص إنجلي أصلا إصلاح الكنيسة الكاثوليكية كان هو هدف خروج الحركة البروتوستانتية صحيح في العصر الحالي ده المؤلم في الموضوع في العصر الحالي الكاثوليك وخاصة الباباوات مثل هذا البابا الفريد واخدين دايما خطوة قدام في الفكر اللاهوتي والانفتاح نتفق أو نختلف مع اللي بيقولوه لكن فيه انفتاح رهيب جدا وفيه دراسة ووعي لهوتي في الفكر الكاثوليكي بيجينا دايما إحنا بنبقى وراغهم بخطوة في هذا الفكر بيننا وبين الكناسة التقليدية إحنا كإنجليين قدامنا الاختلافات الأسرار اختلاف فظيئة جدا ليس في العدد لكن الأسرار عمل سري ومخلص عند الكناسة التقليدية ده المفهوم السيد عند الناس وبالنسبة للإنجليين هو مجرد علامة جوفاء لا ده صح ولا نصح فوجة نظري الكهنوت لا سلطان الذي يمارس بيه كل الأسرار السبعة التانيين سري الكهنوت هو الأساس لكل عند الإخوة الإنجليين كهنوت جميع المؤمنين بتتفهم صحة بتتفهم غلط لكن ده اختلاف لهوتي الخلاص لحظي ومن ساعة أنسلم وبان عليه الإكوين بعد كده وبان عليه مارتن لوسر وصوروا الكفارة البدلية بغضب الله المرعب الذي ينتقم من الزبيحة وينتقم في العص في العهد الجديد في ابنه ويدبحه على الصليب عشان يوفي أو يستردي كرامته التي انجرحت ده جزء من الإصلاح الإنجلي أنا فوجة نظر الشخصية عليها علامة استفهام أقول بعد شوي مظاهر العبادة فيها اختلاف مفهوم الكنيسة ودورها عليه اختلاف لهوتي فظيع جدا الجهاد بعد الإيمان عليه اختلاف الارتدوكسية تقبله الإنجليا بتشوفه بطريقة تانية فيه كلام كتير جدا هو كرام حدك لازم ينتهي بوبناء عليه بس أنا قبل وبناء عليه أنا عايز أستمع الأب ويليام تعليق حضرتك على هذا الكلام أنا الحقيقة عاوز أحيي الدكتور سامي على هذه التواضع والأطراف بفعلا الخلل الموجود على مستوى الكليسة وكنيستنا في مصر سواء الإنجليا أنا أعتقد أو الكاثوليكية أو الكاثوليكية يعني إحنا في مصر حتى ككاثوليك نردون أن إحنا يعني برضو متأخرين عن الكاثوليك آه طبعا طبعا وكمان فيه نظرة مثالية للكنيسة الكاثوليكية يعني كمان شكرا أنه صح على مستلوى سائق وعلى مستوى فيه تراث كبير جدا وده فعلا تسميه زميل كيسة الكاثوليكية اللي هو التهوت في العقائد العقيدة الاجتماعية كل ده حاجات فعلا لكن هو زي ما حدثك قلت العبرة بنعيش الكلام ده ولا موجود ولا يعني إحنا بس ألم نقول المجمع الباتيكاني الثاني كم واحد مننا يحنا ككاثوليك يعرف المجمع أو أقول المجمع الثاني ثاني مش كتير طبعا دين تلاتة هتروح بقى الرعية بأسألهم يا جماعة التعليم الاجتماعي بتاع الكنيسة الكاثوليكية حد يعرف حاجة هو إيه طبعا يا جماعة المجمع الباتيكاني الثاني يتكلم عن السياسة على سياسة مملوعة هل لهوت التحرير البابا من الخطب بتاعته مثلا لازم أدور على أنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة في الحياة لا تعصف ولكن بازال هنا الناس لأنه في تبو اسمه السياسة أما تكلم سياسة تحس النخبط في رئيس الجمهوريك خطيئة بيه اللي قال كده السياسة هو لما البابا جاي بيطالب بالعدالة هي السياسة هي إيه هي السياسة إيه يعني تعريب السياسة عند الناس إيه حطوا في موقع الناس أن أي واحد يطالب بحقه يبقى بيشتغل في السياسة لما أنا أروح عند الخباز واطنه بخارعيه بجيش ولو عملت مشكلة لأنه ما أدناش حقي وروحت الساكت يقول لك لا ما عليش ما بيش داعي عشان بيش عاودي مشاك كتير لا حسنا هتتعب طبعا خلوا الناس إيه السياسة هو لا يا عمي أنا مش أقاب السلطة ما إحنا عندنا لما في أمريكا اللاتينية لوئة التحرير حصل إنه في واحد جزيز في النكا رجوة كان في الثورة معهم فطلبوا منه يتعاين وزير ثقافة طبعا الرهبانة أنا في القوانين ما عندناش دور سياسي يعني كوزير أو تشريع أو تنفيذ إحنا مواطنين ورهبان فبالتالي برهبانة مملو فالرئيس العام قال له يا أبونا إذا ممكن حضرتك أو استثناء السياسة تفضل بره رهبانة ولما تفكر ترجع تاني حالة تاني من جديد وتيجي ونشوهن قبلك ولا وبالصدفة أبونا كوبل مبخل أرحمه وكان حكينا الحكاية دي لأنه قابل والدته والدته كان كل الناس متدينين خايفة إزاي يسيبه رهبانة فطلبت من الرئيس العام إنه صدفة كان يزور هناك إنه لو سمعت يعني أنا لو ساب هو دلوقتي ممكن يكون مفيدة وحر لكن لو بعد كده هيحاول يرجع على المساعد يعني قصد يفيه قوانين أنا بس مش عايزنا نتجارف للحديث عن السياسة مش حديث عن السياسة حديث عن المسكوني أنا همتكلم عن كل يعلم من أفعالنا للأسف في العالم التالت موسومة بالسياسة لو تروح من هنا لغاية مش عارف من مكان لمكان فيها سياسة لو تروح تقرب جنب حزب إيه بقى أنت بتشغل سياسة إيه أنت ضد دولة ما فيش ثقافة أي احترام وهنا بقى أنا برجع للآله القسيس والبابا هو اللي حضرتك قلته فقه الاختلاف أنا بقى أزعم إنه خبرة التجمع في الأزهر والكنيس المختلفة المجلس الكنيس العالمي وبابا روما الكاتوليك وكل المؤسسات الفاعلة في العالم الروحية تجتمع مسلمين ومسيحيين أكبر دليل على قدرتنا لما نريد على قدرة إنسان أو القيادة السياسية أو الروحية لشحز الهمم أنه تغير الواقع أنا دلوقتي عملت فعل أشكرا بقولك مفصلي مهم جدا يا اللي شارع والغرب اللي شاف التاجر استلاح واللي بيروح عن تلف كل يوم شاف وكل واحد بالنهاية يخطم نفسه الذي يتعمل مهم وبعدين كل الكاتوليك في العالم شاف وسمعه يقول المسلمين في العالم شافوا وسمعه الإخوان الرهابين شافوا وسمعه وينضبوا خطاتهم عشان إزاي يبشروا الكلام ده فكل واحد بيحاول يدور على تاجر السلاح حاوز برضو يحط القطاب ده على جمع مهم فأنا بقى اللي شفت وعايشت الكلام ده إلى أي متى حقبل التضييق اللي حيكون علي داخليا أو خارجيا لأ ما تتكلمش كده يا حبيبي ما البابا تتكلم ما هو قدام السياسة كلها قدامي الناس العدالة ده بالك تتكلم عن العدالة وقلم الاختلاف أنا بقى بلكم كلام السمين بقى اللي بأحترمكم وبقى احترم شيخ الأزهر ده ده الخطاب طب أنا مببثلش أنا صح بس أنا اللي حاوي سيب بأحترمك هحترمني ده بالك إزاي بقى هو ده اللي ناقصنا إنه إزاي وده البابا أكدر كرامة الإنسان وإذلك كنا بيقول جملة أنا عجباني أوي البابا مصادر معاري العظمة لأمة ما نفس الخطاب بتاع الماس بمعنى الحقيقي لعظمة الأمة يتجلى أي أمة في ماذا الرعاية التي تكرسها حقا للأكثر ضعفا من أفراد المجتمع النساء مش عروة ستة المسكينة دي الأطفال كبار السن المرضى زاوية العاقة والأقليات صحيح والأقليات صحيح الأقليات مما فيها المسيحية والشيحية والبهائية كل اللذي تحطوا فين دول مش بشر مش على سورة الله والبابا لسه في القدس بيقول لا نستبعد أحدا من محبتنا هو ده السلام الأول بقول لا أستاذ باسم لا أرجوك بيحصل أحيانا بقول لا أنا مش عابد سورة باسم عشان زعلني بحاجة طيب بيحصل يومين ثلاثة أربعة أسبوع بس هتقعد بقى طول عمري يبقى أنا بقى بعد شوية مش على الهوى هلقى نفسي وحدي مش على الهوى لحاجات دي لا لا بحبك يا باسم دكتور سامي كتاما وبناءا عليه بناءا على كل الرصة اللي حليك رصيتها من هذين الاختلافات مفيش حوار مسكوني نقفل للباب لا طبعا لا طبعا في حوار مسكوني بس أنا أنا اللي اللي كنت بقوله أن آلية الخطاب الحوار هي آلية مش عايزة أقول خطأة لأن عشان ما يكونش فيها أجحاف لا توافقني صراحة لا توافق فكري لأنه أنا أرى أن الخطاب المسكوني الحقيقي ينبغي أن يبنى على حاجتين أساسيين الحاجة الأولانية هذا الخطاب ينبغي أن يكون خطابا لاهوتيا حوارا لاهوتيا يتسل بشفافية ويتسل بقدرة الناس على الإقرار بالاختلاف مش بالضرورة أن نحن نوصل لرأي موحدة مش هنوصل مش هنوصل مش هنوصل أنا كنت لسه هكمل التنوع نمرت واحد التنوع الفكري والتنوع الاتجاهات وتنوع حتى قدرة الناس الدكائية على المعرفة وتلقي المعرفة والتشكيل الإنساني مرتبطة تماما لاهوتيا بالثالوس داخل الثالوس الأب والابن والروح القدس هذا التنوع البديع واختلاف الأدوار لكن داخل هذا التنوع واختلاف الأدوار في الثالوس هناك وحدة أبدية مع إقرار الاختلاف الأدوار هناك محبة أبدية هناك خضوع أبدية هناك تناغم وانسجام غير عادي عمرنا ما سمعنا أن هما بيتسرعوا على أدوار معينة في الثالوس ففكرة التنوع لاهوتيا أصلا مرتبطة بالإله الثالوس الذين خلقنا الذين نحن خلقنا على صورته فالتنوع ده إقرار أساسي لابد أن نقره تنوع الإنسان فكرا وقالبا وطريقة حتى فيه تلقي المعرفة وصياغتها وصناعتها فنمرت واحد أن نقر بالاختلاف استنساخ الآخر أو تغيير الآخر أنه يكون نسخة مني لا يمكن أبدا أنه يكون ده حوار مسكول ولا يمكن أن يكون واحدة ودي واحدة من ضمن الخطايا اللاهوتية التي تصدر للناس حتى في مفهوم الجوائز في سفر التكوية ويصير الإسنان جسدا واحدا وصلت للناس بكيفية أن الرجل وست خلاص بقى نسخة واحدة طبعا الست هلا لازم تبقى نسخة من الرجل في مجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمن الأعرج لكن مرة تانية إقرار الاختلاف وإقرار التنوع وقبوله بمحبة شديدة جدا واتضاع كامل وطرح كل القضايا اللاهوتية اللي احنا مختلفين عليها بينه وبين كل الطوال بأمانة وشفافية تامة ومحاولة إيجاد حلول دي حاجة في منتهى الأهمية أقولك حاجة أخيرة كلمة واحدة بس وصيقة سنة تسعة وتسعين اللي عملوها اللوثريين مع الكنيسة الكاثوليكية اتقال فيها كلام رهيب جدا قعدوا مع بعض وتعبوا وفكروا وقت طويل جدا ووصلوا إن هم يطلقوا في فكر لهوت رائع جدا عن أن التبرير يعني بأن المسيح نفسه هو برنا وفيه هنا تشارك إحنا عندنا وجهة نظر عن الكنيسة التقليدية أن التبرير بالأعمال مفهوم غلط لما الناس قربت من بعض وفكرت وتنقشت وصلت لوثيقة رائعة حاجة تانية بعد الاقتراب من بعض بروح الاتضاع لأنه لا يوجد حق مطلع التوقف عن تكفير الآخر إدراكنا أن الله يعمل بكل وسيلة يعمل في القدس ويعمل في الترانيم الإنجلي يعمل في الاعتراف للكاهن ويعمل في الاعتراف المباشر لربنا والصلاة العادية والوعظ ويعمل في كل المظاهر التقوص الأرثوذكسية والتقليدية أنا للأسف الوقت بيضاهمنا ولكن أنا شايف خلصتين على موضوعين مختلفين مرتبطين أنا سعيد أن أختم بهذه الكلمات هذه الفقرة أولا عند الحديث عن الحوار وعن الآخر مش بس المسكون المسيحي ولكن المسكون بمعنى العالمي مع كل الناس سواء ديني أو غير ديني نحن نتحدث عن مبادئ أساسية التنوع الإقرار بالاختلاف إن الاختلاف ده شيء ضروري وطبيعي وسنة الحياة قبول هذا الاختلاف الاتضاع أمام الآخر وأمام عدم وجود حقائق مطلقة ده شق أساسي وبالنيابة عن أبونا ويليام بختم به المقولة اللي شاركنا بيها وهي شقة آخر مرتبط بالوصول للآخر مرتبط بالتطور بالتنمية تقاس التنمية الحقيقية بمدى الاهتمام المكرس لصالح الإنسان قلب كل تنمية الإنسان هو قلب كل تنمية لتعليمه لصحته لكرمته الحقيقة تقاس عزمة كل أمة بمدى تكرسها للأفراد الأضعف النساء الأطفال كبار السن المرضى ذوي الأعاقة والأقليات بحيث لا يبقى أي إنسان منبوذ أو مهمش أو متروك بهاتين الخلاصتين والمرتبطين ببعض زي ما قلاص البابا قال في خطبه كل ده مرتبط ببعضه هختم حضراتكم هذه الفقرة اللي يعني الوقت كان قصير ولكن مجموعة من الدورر تم مشاركتنا بيها في الختام بشكر ضيفاي العزيزين الأب وليام سيدهم الراهب اليسوعي الدكتور سامي عياد أستاذ اللهوت العامل بكلية اللهوت الإنجيلية أشكر حضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة